من وقتها يدخل فيك الدوامة ذيكا اليوم ما باش نحكيه على التونسي يصرف اكثر من تقتو الا الشهرية هي اللي معادش تكفي في خضم اللي قاعدين نعيش فيه في خضم المعيشة اللي تعتبر مع غالق الاسعار في ارتفاع ويقولك الشهرية قاعدت هي هي تناعرف بعد اكثر تفاصيل ونحاولو ناخذ الاراء متاعكم من خلال الميك خطوة غادي امن هون زمين ناويسام القرق هذا اللي بشتحاتث فيه اليوم حاضر معنا في هذا الموضوع المختص والمعالج النفسي لو سيد فايسل الكعبي مرحبا بيك سيد فايسل اهلا وسهلا بيك مريم واهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات ان شاء الله ربي ينجي تونس ويحفظها من كل الاوبئة والامراض والافات والازمات وربي ان شاء الله يخرجنا مع هالفترة الصعيبة دي الى نور الشمس ان شاء الله امين يا رب العالمين هذي هو اللي نتمنى هاكيدو سيد فايسل مع بداية سنة الفين واتلاثة عشرين وديما تمانيتنا كونها تفرج اما فاما مواضيع لازم كمان ما ديما نقولو نحكيو فيهم نحاولو نحلوهم من مختلف الجوانب خاصة اليوم هاوك تزامنا مع نهاية شهر جانسي حابينا نخيلو نختارو على موضوع هل انو تونسي يصرف اكثر من الطاقة متاعو وإلا ملغز ما ما عادش الشهرية تكافي خطر بار انجزامبل كي جي ويشوفوا يعملوا الاحصائيات وستيد فايسل يقولك ما اقلش من الف دينار خلينا نقولو هذيه كاقل شي اللي نجم التونسي يصرفها وتنجم تخليه معناه على اقل نقولو متزازي في خضام السميك تو حتى بعد نشوفو الشهرية السميك في قديش على حسب القانون التونسي هل انو التونسي تنجم اتزازيه شهرية متاعو إلا ليزا دا رويت بالموظفين خاطر فهم بعض النيسي اللي يقولك خليني نمشي في مسمار في حيط شهريتي تكون مسمار في حيط ونعرف شهريتي اش نوع والنجم حتى نقترض كلك سواء من البنوك والنجم ندور فك الحلقة ديك اللي دي ما نتحدث فيها احنا حتى تحدثنا فيها في موضوع كامل فيما يخص ظاهرة اسلف ظاهرة التونسي يدخل دي ما في الروج هنية هذا اللي بيش نحكيه فيه كيفيش خاصة ينجم يلقى حلول رغم اللي بينصور معناها الراتب متاعه ما يكفيش اما كيفيش يعمل جيسيون متاع المعيشة متاعه ويعرف كيفيش يتصرف رغم الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها كل اللي قلت مريم فيه جانب من الصحة العناصر كله ما تنجمش الوضع اذا يتلخصه تقول انه الرواتب قليلة واذاك علاش تونسي عايش صعوبة تنجمش تلخصها في تقول انه تونسي عايش اكثر من منطقته اكيد هالعناصر كل ما هو وجودة لكن خلينا نرتبها معناها نرتب معناصر كثيرة باش نجم نفهم الموضوع وما ندخلش زادة في الجانب اللي ديما احنا نرفضوه انه اكيد التشكي والمظلمية لانه ذا مش يزيد كان الازمة يخلاها على ازمة نفسية نحكي مش الازمة الاقتصادية بهاركة لكن ازمة نفسية عند الناس انه يشعر بالمظلمية ويشعر المخهور ويشعر وتزيد الطين بلا عند التونسي انا اقول انه اساس الاصل منطاع الاشياء مفهوم الشهرية بحد ذاتها هي عبودية انا نسميها عبودية هي سبيل من سبل العبودية خرجوا الناس من العبودية الاقتاع اللي كان اللي يملك الارض يملك الناس اللي يعيشوا عليها ويستعبد الناس ويعطيهم كان يأكلوا دخلوا العصر الصناعي ومحتاجين اليد عاملة فلسفة اليد العاملة سوى كان موظفينه وعمال في المصنع فلسفتها انه يعطيه ما يكفيه قوت شهره ولكن مش اكثر علش لانه لو يعطيه اكثر ويعمل الدخار يمكن غدو ما يلقوش قد يعمله ولهذا يلزم يعطيه ما يكفيه جيست باش الشهر الجاي يرجع يخدم بنفس النشاط باش يربح شهريته اخر الشهر اذا انه عبودية مقنة اي كان الراتب تتصور اليوم اللي عنده 2000 دينار يعمل الدخار اللي تعرفيه عنده يخلص 2000 دينار وفهم موظفين يخلصوا 1000 دينار اخر الشهر قد قد لانه مش يعيش على مستوى 2000 دينار ويمكن يعيش اكثر مستوى 1200 دينار تدخل في العقلية سيد فايسل هيفي دا مستوى تدخل في العقلية متاعنا اكيد دخلة هي مش في عقلية تونس يخليني باش نكون منصفة هي على عقلية الثقافة الاستهلاكية الثقافة الاستهلاكية اساسها انه يشجعك على الاستهلاك واللي استهلاك اللي ما عندكش امكانياته ما عندكش فلوسه حال ما تكونش تتصور الي عنده شهرية انا عشت في اوروبا ما زالك في تونس ما شفتاش يمكن موجودا في فرنسا ولو عندي مهنة حرة لكن عندي داخل القار يبعثو لك بعض الستام مثلا ولا بنوك خاصة يبعثو لك للبيت مظروفات يقول لك عندك 20 مليون تحذمتك تحب تشري كرهبة جديدة تحب تجدد اثاث بيتك كالتحفيز التحفيز والتحفيز وكل كذا البنوك انا وصلت انه نبدل كل عام بنك لانه البنك اخر العام يقول لي مش كحريفة لانك بتخدش قروض لانه البنوك تعيش بالقروض يلزم تاخد ما عندكش برنامج تحب تجدد حاجة بتشري من كل وراني تعودت في بابا علمني انه ما نصرف كان اللي عندي يقول لي سنوزنترس فا انتون كليون سنوزنترس فا ايه اذا ان نقول لك انه حبيت نقول لانه الرأس مالية وثقافة الاستهلاكية يحثوك على انك تستهلك اكثر مما تنتج باش في الاخر الشر تضطر ترجع للخدمة ترجع تخدم لانه محتاجينك كايد عاملة هذي الفلسفة اللي لطورية الناس في مادة استهلاكية وثقافة استهلاكية باش يبقاوا يلهثوا ما يلقاوا هذي ثقافة للرأسمالية بحد ذاته تونس تخنى بالباب الاوسع من السبعينات تخنى في الباب هذيه ولا اليوم لو تحسب اكثر من 80% من العائلات مدانة منين استدانت من البنوك البنوك تدين من عنده راتب قار اذا علاش تونسي لو جعل خدمة مصمر سيحيت باش ينجم في القروض بالبنوك ياخد قرض لانه عنده قرض مضمون ومش يجيب لي يرجع للقرض انها الفلسفة ذية وندخل فيها ثقافة تأدي نصرف اكثر مما ما هو موجود عندي من امكانيات هي ثقافة تخنى فيها بغير وعي وتورطنا فيها اكثر الناس تورطت فيها العقلية بابا وبوك لا يرحمهم ويرحم حتى الحيين الناس القدامى ما كنش يشري تلفزة لما كذل عنده عنده فلوسها ايه معناية يكون عنده الفلوس ما يدخلش في ما يدخلش في مشروع شراء اي شي حتى ولو كان من الكماليات ولا ضرورة الا ما يكون مجمل فلوسها بشيشرها اليوم نشري لانه اعمل قرض وشري تلفزة قرض وشري كرهب وقرض انه بعض الامنيين يوصل في الشهر 14 دينار شهريته خاطر لبقية الراتب ماشي في القروض في القروض والمشتريات اللي اشترياهم يوصل انسان ياخو 14 دينار في الشهر اشتتصوره يعمل باش نجم يعيش مضطر يهبط للشارع ويمشي يوقف هذا ويعطي عشاء وذك إذن احنا ندخل وهنا يدخل باب الفساد حتى لما نجبر الناس على انهم ايش وثم الوقت لي ما يلقاش خاطر كل واحد للنفس امره بسوء وحنا اتكلمنا عن الرشوة المرة الأخرى والمحسوبية هذا باب يفتح باب للرشوة والمحسوبية لخطر الناس عايشة ما نسميهم عايشين اكثر من فوق طاقتهم لانه باب الاستهلاك المفتوح وباب التجيئ على اخذ القروض والشراء لاشياء ما تكونش عندك امكانياتها مفتوح ومتيسر للناس تخلي الناس ان يدخلوا في هالباب هذي وتصبح ثقافة ايه هذي هذي نحكيو عليه بعد سيخطوه هل انه ثقافة هل انه التونسي هو قادر يتصرف في الشهرية ويخليها تكملوا اشهر في اطار الثقافة وفي اطار العقلية كيف كيف زيدة تونسي يصرف اكثر من طاقته الى الشهرية هي اللي كافيش دونك هون ايا وقتها بش نحكيو على العلاقة هذي بين الزوز اطراف ولانه هو في حد ذاته التونسي والمواطن خلينا نقول ولا الشخص في حد ذاته هو لمقادر كونه يتصرف الا الظروف بش تجبروا على هذة وسيقتو احنا نطرح عليهم السؤال قديش حاسب رايهم لزمنا شهرية في تونس بش نجمو نعيشو متفرهدين من غير ما ندخلوا في ظاهرة الاسلاف وظاهرة الديون وظاهرة القروض هذي يمكننا مش ندخلوا فيها يمكن نقشروا لمسألة الشخصية بناء الشخصية الشخصية المسؤولة كلمة المسؤولية تعني اني كاييني في سيارة وانا ورا المقود انا نقود حياتي مش التقاليد والعادات والثقافات هي اللي تقودني وتخليني نتورط في اشياء شنية ما قدرت تنسي انه يكون وراء المقود ويتحكم في حياتي والا سيخته هذي خاطر اللي معناها مقرن بيتو حتى بعد مشوية نسمع في الميك خطوة اللي حاليا شهري تنسي متكفيوش بش يعيش معناها في ظروف طيبة اما كيفيش ينجم يتصرف سيخته خاطر احنا ديما نحبو الحيصاص متاعنا نختموها نعرف هذو المشاكل الكل موجودة في كل دار تنسية لكن كيفيش هذ كيفيش نلقا حلول باش ما نتخلوش فكذا هيرتسلف ظاهرة القروض وظاهرة كوننا نوصل لآخر شهر شهريا متاعنا متززينيش التنسي والشهريا موضوعنا اللي اليوم في منتدر حيات 70-35-120 وإلى 77-28-89-89 حاضر معنا الأستاذ فيسل الكعبي مختص ومعالج نفسي